التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبية وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وبالتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وأضاف مدبولي أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تصل إلى ما يقرب من ثلاثة ونصف مليار يورو في قطاعات المياه وصرف الصحي والنقل والطيران المدني وشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية